ان شاء الله ناخد مع بعض الوقت اختبار على الجرسين الاول والتاني من الوحدة الخامسة من كتاب جامل الصف الاول الاعدادي بيقول هنا تسير سيلف اختبر نفسك بداية من صفحة 202 وسؤال خاص بالاستماع listen and choose ذكر اقتنصر اختر والسمع واختر الاجابة الصحيحة جاب لي هنا اربع اسئلة نستمع للفقرة جيدا ونبدأ ان احنا نجاوب على الاربع اسئلة اختيرات لسنتم امي اسمعوني كده الفقرة بتقول last winter الشتاء الماضي رجب سافر لأسوان he traveled with his family سافر مع عائلته they took هم اخذوا a train الكطار it was a fantastic journey دي كانت رحلة رائعة he bought many souvenirs اشترى souvenirs هداية اذكارية كتيرة from the shops من المحلات there هناك اول سؤال هنا بيقول لي when when يعني متى did رجب travel to aswan امتى رجب سافر لأيه سافر الى اسوان last week الماضي واللص السمر في فصل الصيف الايه الماضي طبعا على حسب ما ورد عندي في الفقرة هو سافر هناك في فصل الشتاء الماضي last winter رقم اتنين بيقول لي هنا who did رجب travel with رجب سافر مع مين his friends مع اصدقائه ولا his class مع الفصل بتاعه ولا his رلا تبسي مع الاقارب ولا his family مع العائلة طبعا سافر هناك مع مين مع العائلة يبقى with his family مع مين مع عائلته والسؤال رقم 3 how did رجب travel how يعني كيف طب هو ازاي سافر لهناك وسيلت ايه buy train رح هناك به الكطار ولا buy pass رح هناك به الاوتوبيس ولا car بي السيارة ولا plane بي الطائرة طبعا سافر هناك بايه بي الكطار buy train رقم 4 رجب buy from shops رجب بقى اشترى ايه من المحلات من هناك take it اشترى التذاكر ولا souvenir اشترى الهدايا التذكارية ولا food اشترى طعام ولا fruit ولا اشترى فكهة طبعا اشترى من هناك souvenir هدايا تذكارية نجي بعد كده الجزء الحصي بالاختيارات بيقول لي i can hear my words انا استطيع hear يعني يسمع اقدر ان انا اسمع الكلمات بتاعتي الحاجة اللي انا بقولها again and again مرة اخرى ومرة اخرى inside يقصد هنا تكرار الصوت او صد الصوت بقدر اسمع صد الصوت ده داخل ايه بقى river داخل النهر باسمع صد الصوت ولا ليك البحيرة ولا forest ولا الغابة ولا كيف الكهف طبعا داخل ايه الكيف داخل كيف الكهف يبقى بقدر اسمع صد الصوت او الصوت مرة واخرى ومرة اخرى inside a cave داخل الكهف رقم اثنين can you sleep in a تقدر ان انت سليب ينام تقدر تنام في ايه انت تزار في الصحرة هننام فيه في الصحرة فيلا هنروح هناك في فيلا في الصحرة هننام فيها ولا هوتل فيه فندق في الصحرة ولا فلات في شقة سكنية ولا تنتي في خيمة طبعا في الصحرة في الصحرة هننام انا تنتي في الخيمة رقم ثلاثة اي نقط هنا كامل ايز اقول ايه على الجمال in the forest في الغابة when we had a picnic there لما احنا قمنا بنزهة في الهواء الطاقة او نزهة خلوية there هناك لما كده روحنا نتفسح او نعمل نزهة في الغابة احنا ايه على الجمال drive يعني road يعني ركبة ولو انت زهبة والفلو طارة يبقى احنا هنا ايه i road انا ركبت ونكمل على الجمل رقم اربعة i can't climb this note انا لا استطيع climb يعني اتسلك انا لا استطيع ان اتسلك هذا ايه it's very high ده عالي جدا ايه اللي علي وما اقدرش اتسلك عليه force الغابة وما اقدرش اتسلك عليها ولا mount هذا الجبل ولا street الشريع عالي ولا jungle الادغال او الغابات الكسيفة او الغابات الاستوائية طبعا مش هقدر اتسلك this mountain الجبل ده لانه عالي جدا رقم خمسة you can enjoy setting تقدر ان انت enjoy يعني يستمتع تقدر ان انت استمتع تستمتع setting on بالجلوس على ايه on the note by the sea بجوار البحر تقدر ان انت تستمتع بالجلوس على jungle الادغال او الغابات الاستوائية ولا بيتش هتستمتع بالجلوس على الشاطئ كده جنب ايه جنب البحر ولا مونتن ولا الجبل ولا ريفر النهر طبعا جنب البحر يبقى بستمتع بالجلوس على the beach الشاطئ رقم 6 بيقول there is allot of you جد كتير من ايه in the desert الصحراء بيكون فيها كتير من ايه ساند الرمال ولا كاسلز الكلاع ولا اللي هي المياه فيها ميا كتير الصحراء فيها ميا كتير ولا فيها بلانتس نباتات كتيرة طبعا الصحراء فيها ايه فيها رمال كتير رقم 7 بيقول هنا نقط ده بيكون مكان حيث المياه يعني تسقط المياه كده بتسقط من مكان عالي المياه بتنزل من مكان كده عالي ده ايه بقى اللي هو الشلال الشلال بتاع المياه ولا ريك البحيرة بتنزل منها المياه كده من مكان عالي ولا سيء البحر المياه بتنزل كده بتسقط من مكان عالي وهو ورر الشلال بعد كده استقر رقم 8 بيقول هنا عايز يقول هي لم تذهب للشاطئ يستر دي يعني بالامس بن في في الماضي بددن لازم بيجي لي بعدها الفعل في المصدر جوز الفعل به الإي والإس وانت في الماضي تصريف ثالث جو كده في المصدر يبقى شي ددن جو رقم رقم تسعة نقط you and your friends أنت وأصدقائك ورد يعني متوتر أعيز أقول هل كنت أنت وأصدقائك قلقين أو متوترين قبل الامتحان الماضي قبل الامتحان اللي فات كنت قلقانين يبقى عندي أنت وأصدقائك عندي هنا الفاعل بتاعي جامع وز مفرد أر مضارع إحنا منقول هنا في الماضي ورف الماضي ديد ما يفعش لإني ما عندش مصدر يبقى هل كنت أنت وأصدقائك القانين last exam يبقى خطها ماضي لي لوجود كلمة last when we arrived لما وصلنا الجو كان شديد الرياح أو عاصف جدا windy يبقى when we arrived it is كده مضارع وصف الماضي بي كده مصدر where للجامع يبقى أنا دولة مستبعدين هاختر مين هاختر وص it was very windy الجو كان عاصف جدا نيجي بقى الجزء تصحيح الخطأ when to the zone منا رحت لحضيك الحيوان next week إزاي ذهبت وإزاي كلمة دلة على المستقبل أنا عايزة كلمة دلة على الماضي الاسبوع الماضي رقم اتنين صار doesn't buy a camera يصدر يصدر ديم كلمة الدلة على الماضي بنفي بالماضي بالماضي والمصدر جايب للمصدر يبقى بائمين اختصار didn't رقم لما كان عمري ثمان سنوات ذهبت لندن بتكلم في الماضي هتاخد في الماضي تاخد واز رقم اربع ايت فش فور لانش انا اكلت السمك لوجبة الغداء يصدر دي بالامس في الماضي الفاعل والتصريف التاني من ايت ايت يعني اكل او تناول عايز نكتب عن ايه اترب يو ميت رحلة كده انت قمت بيها واصلا هيدا موجود عندي في الكتاب وكمان موجود على القناة اهم الباروغرافات الهمة والمتوقع لمنهج الصف الاول الاعدادي الترمي الاول ان شاء الله ليحب يتابع